ندد المفاوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك بحملة تضليل إعلامي وهجمات أخرى تهدف إلى تقويد شرعية الأمم المتحدة وعملها وخلال افتتاح الدورة الخامسة والخمسين لمفاوضية حقوق الإنسان قال المسؤول الأممي إن الهجمات تتضمن تضليلا إعلاميا يستهدف منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وقوات حفظ السلام الدولي مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أصبحت هدفا للدعاية المضللة وكبش فداء لفشل السياسات على حد وصفه يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حاولت النيلة من شرعية الأمم المتحدة بمحاولة تشويه وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عقب قرار أمين عام الأمم المتحدة الداعي لوقف الإبادة في غزة